فيلمنا بيبدأ في الولايات المتحدة مع سام اللي بيكون زابط في الجيش الامريكي وبنشوف سام وهو في مكتبه بعد ما رجع من سفرية افغانستان لان خدمته بتكون هناك وبعدها بيرجع سام على بيته وبيقابل جراس مراته اللي بيحبها جدا ومخلف منها بنتين وبيحاول سام انه يصالح بنته الكبيرة اللي بتكون متضايق انه والدها طول الوقت مسافر ومش معهم لكن سام بيقولهم انه لازم يخرج بسرعة علشان يقابل اخه وبعدها بننتقل للسجن وبنشوف تامي اخه سام اللي بيكون مسجون بقاله فترة في السجن على عكس اخوه اللي بيشتغل زابط وبيفرح جدا سام انه اخوه الصغير خرج من السجن وبييجي الليل وبننتقل لبيت سام وبنشوف جراس وهي مع حمتها وبتكون من دايقة لان سام هيسافر قريب ويسيبهم بسبب شغله وفي نفس الوقت جرس الباب بيرن وبيكون تامي هو اللي على الباب وبيبان ان جراس بتتوتر اول ما بتشوفه لانه لسه خارج من السجن وبنشوف تامي وهو بيسلم على مامته وبابا لكن بيبان ان والده قاسي ومش بيحبه وبعدها بنشوفهم كلهم على العشا وبنعرف ان سام هيرجع لافغانستان علشان يكمل شغل وساعتها هانك الاب بيهزق تامي وبيقوله انه لازم يكون بطل زي اخوه ويدخل الجيش وبنفهم ان هانك باباهم كان زابط في الجيش وساعتها تامي بيتعصب بسبب اسلوب بابا لحد ما هانك بيقوم وبيسبهم وبعد العشا بنشوف سام وهو بيوتع جرس وبيكون متضايق انه هيسافر ويسيب مراته اللي بيحبها وفي نفس الوقت بنشوف تامي وهو سهران وبيسكر وبعد ايام بيوصل سام لافغانستان فعلا وبيكون متضايق انه سايب مراته وعيلته وبعدها بنشوف سام وهو مع باقي الجنود في طيارة هليكوبتر وبيكون قدامهم 3 دقايق بس على هبوط لكن فجأة طيارتهم بتبدرب بصاروخ وبتقع بكل الجنود اللي فيها وتاني يوم بننتقل لجرس في بيتها وبتسمع جرس الباب وهو بيرن وبتنزل علشان تعرف مين اللي بيخبط لكنها اول ما بتشوف الزباط اللي على الباب بتفهم ان جوزها حصلوا حاجة وبتطلب من بناتها يدخلوا على جوة وساعتها بيبلغوها ان جوزها مات فبتنهار جرس وما بتكونش مصدقة الخبر وبالليل بنشوف جرس وهي حزينة وبتتفرج على ذكرياتها مع جوزها لحد ما تامي بيخبط عليهم بالصدفة علشان يسلم على اولاد اخوه وبيعرف من جرس ان سام اخوه مات لان علاقته باهله وحشة ومش بيكلمه فبينهار تامي ومش بيصدق لان سام كان اخوه الوحيد وكمان اقرب صاحب عنده وبعدها بننتقل الافغانستان وبنشوف سام اللي بيكون لسه عايش وما ماتش من وقعة الطيارة لكنه بيكون اسير عند الافغان وبنشوفه هم بيرموه في حفرة مع باقي الاسرة وبالليل بننتقل لجرس اللي بتكون في بيتها وبيجي لها تليفون من تامي اخو جزها وبيقول لها تامي انه شارب كتير جدا في الحانة والفلوس اللي معاه مش هتكفي الحساب وبيطلب من جرس تقابله وتدفع له وفعلا بتوصل جرس وبتدفع الحساب لتامي لكنها بتكون متعصبة وبتقوله ان الوقت متأخر وانها سايب البنات لوحدهم في العربية وبعدها بتروح جرس عالبيت وبيكون تامي لسه معاها وبييجي تاني يوم وبنشوف تامي وهو لسه صاحي من النوم وبيكون بيت في بيت سام اخوه لانه كان سكران وما قدرش يروح واول ما بيصحب يقابل بنات اخوه اللي ما بيكونش عارف يتعامل معاهم ازاي وبيكلمهم بطريقة غريبة لحد ما هانك بيوصل عالبيت وبيشوف تامي وبيقرر هانك انه يصالح تامي ويعتذر له عن الكلام اللي قاله له قبل كده وبنلاحظ ان هم اللي اتنين لسه متدايقين وده لان موت سام اثر في هانك جدا وبننتقل تاني لسام اللي بيكون لسه عايش وبيحاول يهرب هو والجندي اللي معاه لكن الحراس بيهددوه بالسلاح وبيفشل انه هو يهرب وبيعدي شهرين على سام وجون اللي بيكونوا لسه محبوسين ومش عارفين يهربوا من المكان وبنعرف ان سام هو اللي انقذ الجندي اللي معاه من الموت بعد ما الطيارة وقت في البحيرة وغيره وبننتقل للجراس وبنشوفها وهي لسه دخلة بيتها لكنها بتتفاجئ ان تامي موجود في البيت وكمان جاي بعمال علشان يجددوا المطبخ وساعتها الجراس بتتدايق وبتاخد تامي على جنب وبتقوله ان كان المفروض يستأذن منها الاول لكن تامي بيعتذر وبيقول لها انه عمل كده علشانها وكان بيحاول يساعدها مش اكتر وبننتقل تاني لسام اللي بيكون لسه مسجون مع جون لحد ما فجأة بيبص من الخرم اللي في الباب وبيشوف واحد غريب بيتخانق مع الناس اللي خط فينه وبيتفعلهم فلوس علشان يشتري منهم سام والجندي اللي معاه وساعتها سام بيتوتر وبيأكد على جون انه مايعترفش باي حاجة ومايقولش اي معلومة تخص الجيش بتاعه وبعدها بيركب سام العربية وهو مش عارف وغدينه على فين وبعدها بيوصل للزعيم اللي خطفه وبنفهم ان منظمة ارهابية هي اللي خطفته علشان ياخدوا معلومات من سام وجون وبعدها بياخدوا سام وبيحبسوه في مغارة في الجبل وبنرجع لجراس وبنشوفها وهي نايمة في سررها وحزينة ومش قادرة تنسى جوزها سام اللي فاكرة انه هو ميت وبعدها بتنزل جراس علشان تطمن على بنتها لكنها بتتفاجئ ان تومي عندهم في البيت وكمان بيلعب مع بنتها ومش محسسها ان والدها لسه متوفي وبننتقل لسام وبنشوفه مع الارهابي اللي بيهدد سام انه هيقتل صاحبه قدامه لو ما قلهمش المعلومات اللي طالبينها لكن سام بيرفض يتكلم لحد ما بياخدوه على زنزانة وبيبتقوا يعزبه جون صاحبه قدامه وبعد شوية بنشوف جون وهو بيعترف بكل المعلومات اللي يعرفها قدام الكاميرا وبنشوف سام وهو بيتفرج على الفيديو وبيكون مصدومه مش مصدق لكنه برضو بيرفض يتكلم وبييجي تاني يوم وبنشوف جراس وهي مروحة لبيتها وبتتفاجئ ان تومي عامل لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها وعازم كل عالتها واصحبها لكن مع ذلك بيباني ان جراس متضايقة وبتفتكر جوزها سام وبعد أيام بنشوف جراس وهي خرجة مع تومي وأولادها وبيباني ان أولادها بيحبوا تومي عمهم جدا وبتكون جراس سعيدة ان أولادها أخيرا مبسوطين وبييجي الليل وبنشوف تومي وهو قاعد مع جراس لوحدهم وبيفضلوا سهرانين طول الليل وبيتكلموا بعد من أيام البنات وبيكتشفوا ان بينهم حاجات كتير مشتركة لحد ما فجأة تومي بيقرب من جراس مراد أخوه وبيبوسها وساعتها جراس بتتوتر وبتخرج برة البيت وهي منهرة مش مصدقة وفي نفس الوقت بنشوف تومي وهو بيعايت وحاسس بالزم وبيكرر يسيب جراس ويمشي وبييجي تاني يوم وبننتقل لسام وبنشوفه وهو واقف قدام جو اللي اعترف بكل حاجة وساعتها بيسلمه لسام عصاية وبيطلبه منه يقتل صاحبه بنفسه لأنه خايل لكن تومي بيرمي العصاية وبيرفض ان يقتل جوز لكنهم بيهددوا انه لو ما قتلش صاحبه ساعتها يقتلوهم هما الاتنين فورا وبيفكروا سام انه بكده مش هيرجع لمراته وبناته تاني فبيفكر سام في مراته وعيلته وبيكرر يقتل جون علشان ينقذ حياته ويرجع لهم من تاني وبعد ايام بنشوف الجنود الامريكان وهما بيهجموا على المعسكر الارهابي اللي فيه سام وبيقدروا انهم ينقذوه قبل مايموت وفي نفس الوقت بننتقل لجراس اللي بتكون في بيتها وبتتفرج على اولادها وهما بيلعبوا مع تومي عمهم وبتكون سعيدة جدا وهي شايفة اولادها مبسوطين لكن فجأة تليفون جراس بيرن وبيكلموها من الجيش الامريكي وبيقولولها ان جوزها لسه عايش وهيرجع لبلده وساعتها جراس بتتصدم من الخبر وما بتكونش عارفة تتدايق ولا تفرح وبعدها بتروح العيلة كلها علشان يستقبله سام بعد ما رجع من افغانستان وبنشوف تومي وهو معاهم وبيسلم على اخوه وبيبان عليه انه متوتر لان سام رجع من تاني لكنه بيحاول يتاري قدامه وبعدها بيوصل سام عالبيت وبيشوف التجديدات اللي عملوها في المطبخ وبيعرف من بنته ان تومي اخوه هو صاحب الفكرة وانه كان موجود معاهم طول فترة غيابه وبنشوف سام وهو معايته كلها اللي بيكونوا فرحانين برجوعه لكن بيبان عليه انه متضايق ومتغير وبييجي تاني يوم وبنشوف سام مع بابا وبيبان ان سام عنده اكتئاب شديد بسبب اللي حصله في افغانستان وبيفتكر انه قتل صاحبه بنفسه علشان ينكس حياته لكن بابا بينصحه انه ينسى اللي فات ويفكر في اولاده وعيلته ويحاول يقرب منهم تاني وفعلا بعدها بيوم بنشوف سام وهو خارج مع عيلته لكنه بيكون قاعد على جنبه ومش قادر يتفاعل معهم وفي نفس الوقت بيكون تومي اخوه موجود وهو اللي قاين بدور الاب مع اولاده لحد ما تومي بيسيبهم وبيروح يقعد مع سام اللي بيبان عليه انه شكله متضايق ومش كويس وساعتها سام بيسأل اخوه عن اللي بينه وبين مراته وبيقوله انه لاحظ حاجة غريبة بينهم هما الاتنين لان شكلهم عامل زي المراهقين اللي بيحبوا بعض وبيسأل تومي اذا عمل علاقة مع جراس في غيابه فبيتصدم تومي من سؤال اخوه وبيقوله انه مستحيل يعمل حاجة زي دي وبييجي تاني يوم وبنشوف سام وهو رايح لمكان شغله وبيطلب من مديره انه يرجع تاني الافغانستان لانه مش قادر يتعامل مع الناس ومحدش قادر يفهمه فبينصحه مديره انه يدين نفس وقت علشان يصلح علاقته بعيده وما يخسرهمش فبيسمع سام بنصيحته وبيقرر يسمع كلامه وبالليل بنشوفه هو قاعد بيتعشى مع عيده لكنه فجأة بيتعصب على بنته من غير سبب وما بيكونش عارف يتعامل مع اولاده زي الاول وبيقوم وبيسيبهم وهم بيتعشوا وساعتها الاطفال بيتضايقوا من باباهم وبيسألوا عن تومي عمهم لانهم بيحبوه اكتر من والدهم لكن جريس بتقوم وبتسبهم وبتروح لسام وبتسألوا عن اللي حصله في افغانستان وغيروا معاهم بالشكل ده لكن سام بيغير الموضوع وبيسألها عن اللي حصل بينها وبين تومي اخوه وبيقول لها انه حاسس بحاجة بينهم من ساعة مرجع وساعتها جريس بتنهار وبتعترف له انهم بيسوا بعد لكنها بتحلف له انهم كانوا سكرانين وما كانش قصدها لكن سام مش بيصدق مراته وبيتهمها انها عملت علاقة مع اخوه وهو مسافر وبيخرج وبيسابها وهو متعصر وبييجي تاني يوم وبنشوف سام وهو بيحاول يلعب مع بناته لكن بالراحز ان ماجي بنته الكبيرة بتكون متوترة وخايفة تقرب من والدها لكن سام بيحضن اولاده وبيحاول يقربهم منه تاني وبعدها بيدخل سام وبيقابل جراس مراته وبيقرر يسامح عن اللي حصل مع تومي ويبدأوا صفحة جديدة وبالليل بتكون العيلة كلها معزومة عند هنك في البيت لحد ما الباب بيخبط وبيكون تومي هو اللي وصل مع صحبته الجديدة فبتتدايق ماجي اول ما بتشوف صاحب تومي وبتحس بالغيرة على عمها وبعدها بنشوفهم كلهم على العشاء وبتكون صاحب تومي معهم لكن ماجي بتفضل تستفز والدها لحد ما بيتعصب عليها وبيزعق لها قدامهم كلهم وساعتها ماجي بتنهار وبتقول لولدها انها بتتمنى ان هو يموت وان عمها تومي يكون هو بابها وده لانه احسن منه وكمان مامتها كانت بتحبه وسعيدة معه وبتقدم ماجي عليهم كلهم وبتقول ان مامتها كانت بتعمل علاقة مع عمها كل يوم وساعتها كلهم بيفضلوا سكتين ومصدومين من اللي ماجي قالته وبعدها بيروحوا كلهم على البيت وبنشوف جراس وهي مع ماجي بنتها في قدتها وبتقول لها ماجي انها كتبت علشان بتكره بابها وكانت عاوزة عمها تومي هو اللي يعيش معيهم لكن جراس بتوعدهم ان والده ما يتغير وهيرجع زي زمان وبعدها بننتقل لبيت هانك الاب وبنشوف تومي وهو خارج من عند والده علشان يروح لبيت سام ويحل الموقف وساعتها الام بتنصح هانك انه يتصل بالبوليس علشان يقبضوا على سام قبل ما يقتل اخوه وبنرجع تاني لجراس اللي بتقعد مع سام علشان تتكلم معي لكنه بيتعصب جدا وبيفقد اعصابه وبيكسر البيت كله قدامها وبيفضل يجتمها لانه فاكر انها خانته مع اخوه وبيباني ان احساس الزم بيقتل سام لانه قتل صاحبه بايده علشان يقدر يرجع لها وبينهار سام وهو بيقول لها انه كان عايش في الجحيم وعمل المستحيل علشان يرجع لهم تاني لحد ما فجأة تومي بيوصل على البيت وبيشوف سام وهو متعصب فبيحاول تومي انه يهدي اخوه يحضنه وفي نفس الوقت بتطلع جراس علشان تتطمن على اولادها لكن سام بيطلع المسدس وبيكون عاوز يقتل اخوه لانه فاكر انه خانه مع امراته لكنه فجأة بيسمع صوت البوليس جاي من برة فبيستغرب سام وبيفتكر انه تومي هو اللي بلغهم وبيخرج علشان يشوفهم وهو متعصب وبيكون معاه المسدس بتاعه وبيهددهم انه هيقتل نفسه قدامهم لكن تومي بيحاول يهدي اخوه وبيفكر انه هو بيحبه وملوش حد غيره وبيقنع انه مستحيل يخونه مع امراته وفعلا سام بيسمع كلام تومي وبيوافق انه يسلم نفسه ويتعالج وبعد فترة بنشوف سام وهو خارج من المستشفى وبيقابل جراس مراته وبيعترف لها سام انه قتل جون صاحبه في افغانستان علشان كده ما كانش طبيعي وكان متغير معاهم وفي النهاية بترجع جراس لسام وبيقدروا يسمحوا بعض رغم كل اللي حصل وبس كده خلص الفيلم ولو حابين تشوفوا ملخصات لأفلام تانية اكتبونا في الكومنس